موسيقى يا رئيس الجماعة نحن ندرنا الاحتجاجات عم المراق وشيدنا اعطنا الرب دينا ونهد نزل غام ونعلي نهد نحن نعاني ونهد السلام عليكم بارك الغوازي في انتمي السولالية الزردان اليوم درنا واحد الوقف احتجاجي امام المقر البشوية على الارض تزيئة الزردان لانها الكنترا اللي بيننا وبيننا بالجامعة انتهت والداخلي يكد قلك بانها الكنترا يعتبر لاغيين بقوة القانون وكنتفاجئوا بانه ما زال البنايات فوق تزيئة اليوم غنحجزوا على ادارة الواسية على الارض الجمع تقول لنا ما هو السبب على هاد العشواء اللي فوق اراضينا ورغض مدالك لانك نشوفو بعض ديال مبادرة التنمية البشرية اللي هي قيطر أساسي بدون تسوية اين القانون تمنى وباش يجاوبونا اليوم بالوضوح ان اليوم بغينا هاد الارض تسوى لاننا رأى 40 عام واحنا كنعينو وبدون نتيجة الرئيس يقول لك انا جاهز خاصة الجهة الواسية تدير تكون لجنة وانا ادي كنمشيوا لجهة الواسية قد قول لك الرئيس راها ما زال ما مجاهش اليوم احنا كنسألوا من المسؤول علينا وكان طلبوا جهات عورية في البلاد تدخل في هذا الميلف باش انتهى مشكلتها ثلاثين عاما حد الان ما زال ما كنتشي حاجة جديدة والبنايات راه مازال الان احنا هاد الشي كله احنا كنقوله اسقاط الفساد فوق الزائد زردان وشكراً بغينا ابلادنا الهدام لله نوضو يدروا معنا حل الهدام لله نوضو يدروا حل ما بغوا شارع غدا تكونش حاجة خيبة الهدام لله نوضو يعتونا حقنا لكان عدنا يعطيونا ما كانش عدنا يقولوا اني اللون قطعوا ياسنا فيونا رزقنا رزقنا كاين غلوسنا كاين النص مخلص والنص مخلص رح نبشينا ونجينا وكايننا ثلاثين عام ولا اكتر ثلاثين عام ولا اكتروا ثلاثين عام ولا اشهدنا ها الدوار واحد ما اهدامش لله قاع القبائل الدواور كلهم تخلصوا كلهم داروا معهم حل احتلين احنا ما اعرفنا شكونا يبارك لنا ومعيس لنا هذه القاضية هذه المعيس لنا دعيناه للله دعيناه للله واقع انا اولد هذه المنطقة هذه بو قنادل احنا كنطالبوا بهذه الأرض السولالية واهلي من سنين باش اخذوا اهلينا كنتحاربوا معاهم كنتمشوا عندهم كيقولوا ان اودي رغت تخلصوا بوريقاتنا بداك الشم جاهزا كنديروا دي ما معاهم الاحتجاج كيقولوا ان اودي تنخرجوا تخرجوا معنا دي ما راح فلوسكم كاينة رغت تخلصوا وابشات ليام ويجات ليام حبسوا لنا هاد الشم مزيان ما كنتم مشكل المسروع اللي تيد دارتين جيول عندهم احنا القيادة كيحبسوه دابان اضو كيبنيوا عشوائيا مكين لرخصة اولو هاد السمنة هادى هادى اللي دازت نتوح الدار كتبنا جينا لها كيديروا فيها الدالة حبسنا مولاها مولاها قال لك انا كنت حداكم هاد دارانا مخلص على القوانين ديالي عندي الرخصة عندي كلشي بشينا ندرنا بشينا المحكامة بنا لعون القضاء تصور داك شي هبط معنا القيادة من اللي هبطنا القيادة من قينا لا قايد لا باشا الوالو خاوية قينا فيها الكاتيب تقايد تستاشر مع هاداك القول العادة قالوا تحاور معي اشنغان دير معاك التانتان قالوا وشوف انا ما عندي من دير معاك صافي هي اذا كدرنا نشغل ندبه احنا رف الاحتجاج غنهبطوا القيادة احنا هبطل لها وغنشوفهم اشنو غير يديروا معنا اش من حل انخرجوا معنا المطالب دي ان احنا وعدونا بالخلاص غن تخلصوا ارض غن تخلصوا فيها ما اعطونا لخلاص الاولو تقريبا من الفين من الفين قول وهي تتبنى هاد البلاد هذي وعدنا سيدي القايد وعدنا العامل وعدنا الرئيس كل شي وعدنا كانوا احتجاج كنهودوا عندهم كيقولوا انو دي لكم قادي انتخلصوا انتشي حاجة ما القيناه والو دا بقول له كيبنيه صحة وشمول الدار قال لنا انا كنتحداكم انا انا كنتحداكم ولا من بشاليه ولا من جاء عندوه ولا من قالوا لا ولا من والو وحنا عدنا حق نحبسوه لانه ما كينش البني البني حابسنه ومن هيت الدولة لحبس البني هنا ولكني ملينات لاخر كيبني واخر كيبني واخر كيبني وحنا فينا غان مشيوه احنا ما استفدناش قاع ما استفدناش منها وحنا ولاد المنطقة وحنا ولاد المنطقة ما استفدناش قاع لا دار لا شي حاجة ودبته يتلوحوا وحنا نعيشو به احنا عدنا وليدات كل اللي رام عندوش تحاجة قاع وهالشي اخوي اللي كين شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك مرحبا بك اشتركوا في القناة